سؤال صغير هنا هل تتقاضى أي أجور هذا سؤالي أنت لا تتقاضى أي أجور من الهيئة الإسلامية ولا من إمارتك من مسجد الشورى السلام السلام عزيف مسجد السلام ما تتقاضى أي أجور تماما ما تتقاضى أي أجور فبالتالي ألولك لو سمحت هلأ جمد عملك شوى تجميد العمل فبليش الهيئة الإسلامية تقول نحن نتبرأ من هذا الشخص وهذا تصريح وقالت في بيان أرسل إلى أبا وكالت الأنباء النمسايتو دين المنشورات التي ظهرت على الفيسبوك واعتبارها الرد غير مقبولة على الصراع الحالي في الشرق الأوسط ورحبت بالتالي بقرار الإمام بالانسحاب الكيفي يعني هم أقروا أنك أنت انسحابت كيفيا جميل جدا ما أنا حاول له حضرتك هو يعني انسحابا مؤقتا ما قاله حتى يعني شغل اليومين دول يعني كده فيعني الأفضل الأفضل نعم أولا ليس هناك قرار كتابة نعم مكتوبا وليس هناك شيء أنا مضط عليه وأنا لسه معينا أصلا إماما في الهيئة ولا أتقادى مليما كما يتقادى الآخرون نعم ولا مثل هذه الأمور نعم فكان يعني الأمر كان فيه يعني توفيق ما بيني وبين الرئيس الهيئة جميل أن نحن يعني نهدي الأمر موقعا حتى تهدى الأمور مه فانتزمت أنا قلت ماشي أنا وافقت على هذا الأمر وانتهى الأمر لهذا جميل جدا ولكن أنا بوجه يعني شيء للهيئة أولا الهيئة بن قصين الإسلامية وبن قصين دي تعني نعم المفترض كما علمنا الإسلام قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنابئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالأمر أولا أستاذ أحمد لو حضرتك يعني واحد يعني اتهمك بشيء أو جاء وقال أستاذ أحمد يعني تحدث بكذا يجب عليه أن أنا يقدم بيّنه أو يتبع ولا أدينك قبل أن أسمعك أسمعك الهيئة لا تفعل ذلك ليس معي أنا فقط ولكن تقريبا مع كل الآيام وخاصة العرب هل ترى الهيئة مسيسة أستاذ محمد؟ أعتقي تعتقد أنها مسيسة؟ طبعا يعني تعتقد أنها يعني خلينا نقول كلنا العرب تحاول أن تكون يعني مسيسة لصالح حزب ما أو هي تريد تريد خطاب يعني متصالح أو تصالحي مع أستاذ النمساويون مثلا قد يكون لكن هو مسيسة طبعا النمسا لا يعني هم لا يتبعون أي حزب سياسي طبعا النمسا ولا غير لكن هم يعني في حاجات يعني أنا مش عايزة المفروض الإسلام عالمية الإسلام الإسلام عالمي يعني السؤال صراحة يراودني هل برأيك الهيئة الإسلامية حريصة على الإسلام أم حريصة على سمعتها؟ الله أعلم وإن كنت أمينه للإجابة الثانية طيب كنت أمين للإجابة الثانية شو صار بعدين؟ لا يعني يجب أنهما لما جلست معهم أنت قرأت البسط المفروض أنت لا تدينني قبل أن يديني القضاء قضاء النمساوي ده حتى في القضاء العادي يعني فيه نص في القانون يقول أن المتهم بريء حتى تثبت إداناته نعم لكن الهيئة بصراحة يعني موقفها وموقف يعني بصراحة لا تحمل عليه أنت متهم حتى تثبت براءتك نعم طيب وصارت على هذا فهم أدانوك يعني أدانوك يعني قبل أنه أدانوك في الصحافة لكن بيني وبينهم لم يدينوني ما أدانوك بشي بيني وبينهم نعم أنا قرأت مثل حضرتك في الصحافة أو علمت من الصحافة علمت من الصحافة بما حدث بعد ما جلس معهم أو قبل ما تجلس معهم للهيئة الإسلامية لإثنين لا يعني أنت استدعوك تاني يوم لا هم اجتني يوم يعني عملوا وطبعا حدث يوم سبعة وثمانية وأنا كنت الجلسة كانت يوم خمسة عشر معهم خمسة عشر بس كانوا هم متبرئين قالوا هذا لا يعنينا وهذا الشيخ لا يمثلنا وأكل هذا الكلام ما هذا كرسة نعم دي مصيبة المسلمين نعم نعم